تحياتي وأهلا وسائل فيكم في فيديو جديد بيجيكم مني أنا محمد عوال عبر قناة سيفي سبورت الأكثر تنوعا من حيث أشكال وأفكار المحتوى يوم الجمعة الماضي طرح التغريدي سألت فيها أنتوا وين بتشوفوا هالند أشان هالند يوصل لدرجة الأسطورية الآن هالند عم بيعيش دور مكيمة الأهداف اللي لا يتوقف نجم رائع الجميع يشد فيه لكن جميعنا منعرف بدورتمند على الأغلب حتكون عدد ألقابه محدودة إلا إذا صارت معجزة مثلا ودورتمند جاب دور الأبطال وجاب الدوري لحظتها حيكون هالند نقل نفسه من مرحلة السوبرستار لمرحلة الأسطورة لما يجيب دوري أبطال أوروبا في فريق زي دورتمند طيب وين لازم هالند يطلع بالصيف الجاي زي ما هو متوقع عشان يضمن إنه بعد عشرين وتلاتين سنة نظن نحكي عن اسمه وما يكون مجرد نجم مرقس جاب أهداف كثيرة بس محقق فيها شيء أو ما وصلت على الأهداف وإحصائياته لأرقام قياسية أسطورية طبعا كل أنديت الدنيا تتمنى هالند لو أنا برشلوني بقول برشلونة ولو مدريدي بقول مدريد وأنا بشجع اليوفي بقول يوفنتوس ولي بشجع مان يونايتد حيقول مان يونايتد الكل حيشوف هالند هو الصفقة الممتازة بس أنا عندي شوية منطق في الموضوع هالند على الإمبابي بيختلفوا كثير بيختلفوا أول شيء بأنه إمبابي كلاعب هو لاعب على الكرة بموهبته بمهارته أعلى بكثير من هالند وبالتالي إمبابي ممكن لو جبته وما عندك رأس حربة أو ما عندك حدا يصنع فرص إمبابي نفسه بمهارته الخارقة كل المطلوب تعطيه الكرة من منطقة جزاء ويعمل لك شيء ويسجل لك أو يصنع لك فبالتالي إمبابي متحرر أكثر يعني توظيفه أسهل أكثر من هالند هالند مع دورتموند واللي بيحضر لدورتموند بيعرفوا أنه تقريبا نصف الكرات اللي منطقة جزاء أو أكثر من نصفها رايحة بس لهالند عشان يسجل هناك منظومة كاملة عم تصنع فأنا شايف هالند لازم ما يغير هذا الجو عليه لازم يروح على منظومة كاملة حوله عندها القدرات الخلاقة والامتمريرات وإنه دائما يخلوه قادر يكون أمام منطقة جزاء هذا أول شرط والشرط الثاني لازم يكون النادي قادر يصبر لأنه مش دائما لما تجيب سوبرستار تحطه بمكان ثاني بتقلق من أولها والجميع بيذكر سافرات الاستهجان عزيدان وعرونان دو كريستيانو في ريال مدريد مش من أولها دائما لازم ينسجم الأسطورة ممكن بعض الأحيان أولها ياخد وقت لعندما ينسجم على الأجواء على سرعة الدوري على تمركزات الدوري بده وقت فهالند محتاج فريق يصبر عليه والمقصود أن يصبر عليه شغلتين يصبر عليه أنه النادي بطبعه إعلامه ما بيثور عليك فجأة بعد مباراة سيئة وبالتالي بظلك هذي ثانيا أنه في لعبين غيرك بيشيلوا الفريق يعني هلن اللعب مباراة مش كويسة يكون في غيرك عم بتقدم بفوزك فبالتالي النتائج بظلها كويسة فأنت معك وقت تتطور هدول الجوين وطبعا النادي لازم يكون معاه قدرات مالية يدفع راتبه لأنه منعرف راتب هلند حيكون بالعلامة مع كل هذا أنا بشوف أنه منطقيا مانشستر سيتي هو الخيار المثالي له هلند دوري ممتاز جدا إعلاميا كبريميرليج برفع من قيمتك بلس شي مهم هذا النادي بيصبر على اللعبين بيعطيك وقت لعندما تتوصل الأفضل ما يمكن معندهش تسرع والشي الثالث والآهب أنه فيه ما سيت كثير أبطال آخرين فيه دي بروين فيه محرس فيه غريليش فيه رحيم فيه أكثر من لاعب لو أنت ما سجلت لو أنت ما قمت الفريق عايش بدونك أصلا الفريق قادر يعيش بدونك أصلا من زمان وبالتالي فيه صبر عليك تاخد وقتك وفيه عندك حولك كل هدول اللي بيقدر يحطو لك الكرة بجزاء تقريبا كل لعيبة مان سيتي اللي خطر وسط وخطر هجوم بيقدروا يسجلوا وبيقدروا يصنعوا هذا الشي حيفيد هلند للغاية أنه حيكون دائما عنده الكرات الكثيرة وما بتكلم بس عن مان سيتي لو ظل جوارديورا لا ممكن مان سيتي مع مدرب آخر ممتاز حيظل نفس الجو الهجومي هذا اللي فيه خمس ست لعيبة عندهم القدرة على الابتكار عندهم القدرة على الصناع فيبدول السيتي بيتفعلوا راتبة كويس بيأمنوا المنافسة الكبرى وأنك تحاول تجيب ألقاب كبيرة وبالتالي الناس تذكره وبيأمنوا القدرات الهجومية الكبيرة دائما عشان نضرق دائما تجيب أهداف طبعا في خيارات أخرى الناس بيجي تقول لك ما دريد أنا دائما عندي تحفظ كبيرة على تركيبة إمبابي وهلند بنفس السوق بنفس الصيف تجيب اتنين وتحاولت وإذا لا سمح الله ما اشتغلوش لاتنين أول هالمدرب بيقع لي لاخم بيشان مين أو وظف مين أو وظف منها معين التخوف ببرشلونة مثلا عندي تخوف على هلند لأنه الكل حيكون متوقع من هلند يعمل كل شيء ويحل كل مشاكل الدنيا وبنعرف مشاكل ببرشلونة أكبر بكثير من مشكلة لاعب واحد وبالتالي الضغط اللي عليه حيكون رهيب جدا يوفنتوس إذن نحكي عن يوفنتوس لأنه كان مهتم فيه بالماضي يفتقر للخيارات الخلاقة إله لمنطقة جزاء وأيضا إدارة يوفنتوس انسحبت سان جيرمن يعني بالنسبة إلي لو رأى سان جيرمن هلند عم بحط نفسه بموقف كثير بعيد عن النجومية عن الأضواء عن الإعلام إذا ميس سيادو بنعرف شو أخباره وبالتالي مش شايفه خيار صحيح الخيار الصحيح الأكيد طبعا ريام مدريد برشلونة وأيضا الدور الإنجليزي وربها بايرام يونيخ أيضا بايرام يونيخ بصبر بايرام يونيخ انت متعود على إجواء الدور الألماني بايرام يونيخ بيقليك تخلق كمية فرص وفي واحد سبقك رح من دورت من دونك وأصبح أسطورة وفاز بالكرة الذهبية زي لباندوبيسكي إذا بايرام يونيخ خيار مثالي بالنسبة إلي أيضا بجانب خيار مانشستر سيتي الأنديين الإنجليزي الأخرى تشيلسي عنده لوكاكو ليفربول أعتقد مش الوقت الصحيح لأنه في شوية عدم استقرار في شوية كلام عن مستقبل نجوم مصراح في شوية كلام عن كلوب أيضا فبالتالي مش المناسب طبعا أرسنال لا وأنه وضعه سيء جدا ومنعرف يعني فريق مدذذب للغاية بفوز اليوم بيخسر بكرة وأصلا ما أعتقد أرسنال يدخل في صباق الإجور هذا مان يونيتد بوجود اللاعبين الحاليين بالقدرات الحالية مان يونيتد خيار جميل لهالند لكن خلين نحكي أعتقد رونالدو مستمر موسمين وبالتالي إنك تروح وتكون جنب رونالدو مش هتكون مريحة لهالند كثير فواضح أنا بالنسبة لي ما سيتي أولا بايرام نيخ تانيا كخيارات مثالية لهالند في المستقبل احكولي بالنسبة لكم بالتعليقات بعد من تتركوا رايك على الفيديو من أحسن خيار لهالند